اشتركوا في القناة وأولت المملكة اهتماما كبيرا بممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي في المجتمع من خلال المبادرات النوعية التي وضعتها وسخرت من أجلها كافة الإمكانيات لتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تكرس مفهوم الثقافة الرياضية وأسهم إقامة يوم البحرين الرياضي للمملكة في كل عام أسهم في تنشيط الرياضة حيث بات من الأيام الوطنية التي تشهد مشاركة واسعة النطاق من جميع مكونات المجتمع وكافة المقيمين على أرض المملكة لتبني نمط حياة مثالي وصحي من خلال ممارسة الرياضة ووضع أسلوب جديد لتنفيذ المبادرات الرامية لجعل الرياضة أساسا يوميا وأسلوب حياة منذ انطلاق يوم البحرين الرياضي في عام 2017 وهذا اليوم يسهم بشكل متواصل في تأصيل الأهداف والقيام الرياضية التي تصل إلى تعزيز التلاحم وإبراز المودة والمحبة بين الجميع بما في ذلك الأفراد والجهات والمؤسسات والهيئات المختلفة فالنجاح المتواصل لهذا اليوم يترجم من قبل تفاول المجتمع البحريني عبر تنظيمه للعديد من البرامج والفعاليات الرياضية التي توضح الشغف الكبير من أجل المشاركة في هذا الحدث البارز الشامل لكل مناطق المملكة في تظاهرة رياضية فاردة من نوعها رسخت في ذهن المواطنين والمقيمين وتمكنت من تحويل الرياضة إلى ممارسة يومية وجعلها أسلوب حياة هذا اليوم الرياضي تميز بصبغة وطنية تعتبر الأساس لإعلاء شأن الرياضة البحرينية باعتبارها تمثل قيما مهمة من قيم التغارف والتلاقي بين الجميع بالإضافة إلى كونها تحمل فوائد صحية لبناء الجسم والعقل السليم القادر على الإنتاج والإبداع وبث الطاقة الإيجابية للمساهمة في الارتقاء بكافة مكونات الحركة التنموية في مملكة البحرين روح التناغم والتفاعل الإيجابي تسود الأجواء العامة لهذا اليوم المميز في كل عام والمشاركة الواسعة تؤكد أهمية تحقيق الأهداف في هذا اليوم رياضيا وصحيا واجتماعيا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر